اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الجمهور القرآني جميعاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نستمر معاً وهذه الألطاف الإلهية المباركة في هذه البقعة الطاهرة حيث الحسين الوجيه عليه السلام وآخيه أب الفضل عباس وقراءة الجزء المخصص لهذا اليوم وهو الجزء السابع وقبل ذلك نتعرف معاً أيضاً على بعض ما في هذا الجزء من المقاصد والأحكام بداية الآية الأخيرة في الصفحة رقم مئة واحد وعشرين الآية التي أبتدئ بها في الصفحة التالية مئة واثنين وعشرين الآية الأخيرة في الصفحة الآية رقم تسعة وثمانين قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين مسألة مهمة عندنا الآن ما جرت عليه على لسان العام أنه في كل صغيرة وكبيرة يميلون إلى القسم وأحياناً يستعملون الألفاظ الصحيحة في القسم المتوفرة فيها شروط القسم لذلك يترتب على ذلك أحكام اليوم نريد أن نتحدث في فن القسم أو في هذا الحكم الشرعي والله وبالله وتله هذه الكلمات تترتب عليها أحكام شرعية والله سبحانه وتعالى ينبه الإنسان والمؤمن على وجه أخص أنه من تلفظ بهذه الألفاظ يتحمل مسؤولية هذا القسم تلقى الآن واحدنا اترتب عليه لعله عشرات المرات من القسم الصحيح وهو غافل أو يتغافل الأصل أنك تسأل عن ذلك يوم القيامة لذلك الحذر كل الحذر من استعمال هكذا مصطلحات بنية القسم لأنك تحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى أقرأ أيضاً معكم في الصفحة رقم مئة وخمسة وعشرين الآية رقم مئة وستة الآية السادسة بعد المئة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أحكام الوصية آداب الوصية أكو إذن كتب مسنونة في ذلك تفاصيل كثيرة في الآداب العامة للأموات في كتاب مفاتيح الجنان في بعض الكتب عندنا كتب الروايات المسنونة علينا أن نلتفت جميعاً إلى مسألتين مسألة الأولى أهمية كتابة الوصية حتى لا تكون أنت من الغافلين لم يسجلون اسمك في ديوان الغافلين ينبغي أن لا تنام إلا ووصيتك تحت رأسك هذا اللي عنده وصية تحت رأسه ما يكتب من الغافلين الأمر الثاني هو الالتزام بأحكام الوصية إذن الأمر الأول هو كتابة الوصية ودائماً ابتعدوا عن الوصية الشفوية حاولوا أن تكتبوا الوصية وتستشهدوا عليها لأن ذلك أيضاً فيها مسؤوليات كبيرة إحنا واحدنا ما ضع من نفسه هذه أنفاس بعدد هذه الأنفاس أنت ما ضع منك الآن نفس واحد لأن هذه كلها مقدرة بإراءة السماء إراءة الله سبحانه وتعالى وكم من الأحبة كم من الإخوان الذين كانوا معنا في هذا المعرض القرآني في هذا المحفل القرآني في السنة الماضية واليوم نفتقدهم هذا إنذار ملك الموت لا يطرق كل الأبواب لكن حينما يطرق باب جارك وأخيك وصديقك وأبيك وابنك وزوجك هذا إنذار أنه كما جاء ووصل إليهم سيصل إلينا في يوم آخر فعلينا أن نلتزم بقوانين السماء واحدة من قوانين السماء آذاب السماء وهي تجعلك مقبلاً على الآخرة أن تلتفت إلى أمر الوصية خاصة فيما يتعلق بالأمور الواجبة ما ترتب عليكم من القضاء دواوين الطلب إش تطلب الناس الناس إش يطلبوك هاي كلها وثقوها في سجل الوصية حتى لا تكون أنت من الغافلين ولا تحاسب على ذلك يوم القيامة مسألة مهمة أيضاً في هذا الجانب أذكر الأب الذي لا يوصي ولده بمقدار ما هو مطلوب من العبادات أو غير ذلك ليس واجباً على الأبناء قضاء ما على والدهم أو ما في ذمة والدهم فإذن أنت تدفع من ذمتك إلى ذمة أبنائك بماذا؟ بأن توصي بوصية رسمية وتشهد عليها كل ما أنت مطلوب سواء في مجال عبادات أو في مجال آخر أقرأ أيضاً معكم في الصفحة رقم مئة وستة وعشرين الآية العاشرة وما بعدها حتى الصفحة التي بعدها إلى نهاية السورة تقريباً قصة عيسى عليه السلام واحدة من معجزات الله سبحانه وتعالى هو عيسى عليه السلام أنه كيف الله سبحانه وتعالى خلقه وأوجده وأولده من أم دون أب هذا ما متعارف عندنا عند السنخ البشرية لأنه متعارف عندنا والد أم وأب يصير عندنا إنتاج الولد الله سبحانه وتعالى غير القوانين في عيسى عليه السلام لكن يبقى عيسى عليه السلام ضمن إطار ماذا؟ أنه مخلوقٌ خلقه الله سبحانه وتعالى بعد أن نفق فيه ويبقى عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نبي من الأنبياء له خصوصيته ونحن نحترم هذه الرسالة التي جاء بها عيسى عليه السلام إذ كان هادياً ومبشراً لله تبارك وتعالى المسعلة المهمة في هذه الآية أيضاً قوله تعالى وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنْجِيلَ الله يخاطب نبيه عيسى عليه السلام وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي لحظ المصطلح اللهم تبارك وتعالى ما زال يؤكد على ماذا؟ على بإذن أي أن الانقلاب الكوني هذا التغير الفطري هذا التكوين الحاصل على يدي عيسى عليه السلام إنما كان بأمر الله تبارك وتعالى فعيسى عليه السلام لا حول له ولا قوة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وهذا ما نلتزم نحن به في قراءتنا لأولياء الله تبارك وتعالى أقرأ أيضاً معكم في الصفحة رقم مئة واحد وثلاثين الآية رقم واحد وثلاثين أكو عذنهيش نموذج إذا قرأنا هذه الآية قوله تبارك وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله إحنا عذنهيش لون من البشر إلى الآن إحنا عذنهيش لون من الطغيان إذ قل أكو موت أكو لقاء الله سبحانه وتعالى أكو حساب أكو كتاب أكو قبر أكو صراط أكو نشر أعمال يستهزئ 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 وبعضهم علناً يُعلن أنه لا يؤمن بذلك كله الله سبحانه وتعالى من باب إثبات الحج أيضاً يقول قد خسر قد تحقيقية أفاذ أساتذتنا في العربية أن قد إذا دخل على الماضي على المضي أفاذ ماذا؟ أفاذ التحقق الإخبار هنا في القرآن على لسان الله سبحانه وتعالى يُؤكِّد حتمية هذا الوقوع لذلك يقول سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ذولة مآلهم إلى ماذا؟ إلى الخسران بس إحنا ممكن بنسبة معينة مع هؤلاء كيف؟ تلاحظ إحنا مثلاً في ساعات إذا حضرنا التشييع الدفن هواية من عندنا نصير مؤمنين نتعيض نعتبر من حال الميت لكن بعد أن نفارق بالمقبرة نرجع على وضعنا السابق نرجع على أهدنا السابق الأصل أن الإنسان يكون ملتزم حينما تتوجه على الله سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى وتتعظ بحادث أو بحادثة عليك أن تميل إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك في هذه الحالة وتبقى على هذه الحالة لأن الله سبحانه وتعالى أراد لك الخير حينما جعلك من الذاكرين أقرأ أيضاً معكم في الصفحة رقم 137 قبل أن أختم إلى آية رقم 74 وما بعدها قصة إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة بعض الأحبة أثار بعض الشبهات إحنا الآن جاي نتحدث عن أنبياء عقيدتنا في أنبياء الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن جميع الأنبياء معصومون ما عدنا نبي ما معصوم وكعدنا العصمة أيضاً درجات لكن إحنا عدنا في عقيدتنا جميع الأنبياء من أهل العصمة فيجي لك واحد يسأل يقول إيشلون نبي الله إبراهيم والد جنو والد يعبد أصنام وإنتوا تقرون في الروايات أصنام شامخة أرحام مطاهرة شلون تفسروننا هذا الأمر كلمة أبيه هنا عندنا هذا الملفوب في تفاسيرنا لا يراد به الوالد الحقيقي لإبراهيم العرب تسمي الأب أبيه والعم أبيه هكذا عندنا في ديوان العرب أيضاً لذلك قيل أن المراد بهذه الآية هو عمه عمه آزر أما والده فكان اسمه مثلاً تارخ في بعض الروايات عندنا وغير ذلك أيضاً موجود ما يهمنا في هذا العرض أن عقيدتنا في الأنبياء ليس كالباقي بعضهم ينسب إلى نبي الله إبراهيم الكذب والعياذ بالله أنه حينما ادعى المرض وحينما ادعى مثل المساء الأخرى أما نحن فنؤول ذلك كل ذلك نؤوله بتأويلات يليغ بمقام النبي أولاً ونؤكد على مسألة عصمته من الزلل والخطأ والنسيان بل وسائر النقص أختم معكم في الصفحة رقم 139 هذه الآية رقم 94 كلما قرأتها وقفت عندها بكثير من التأمل الآن إحنا بين جموع المؤمنين بين أهل القرآن بين أحبتنا أصوات طيبة قراءة قرآن مستأنسين لكن هذه الآية مخيفة كلما قرأتها اعتبر يقول سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة محدير وحياك وحدك في محكمة الله سبحانه وتعالى أيضاً وحدك لا مالك لا جاهك لا أبناءك لا عشيرتك لهذه القوات المسلحة لا العشائر لا الشيوخ أنت فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة شنو اللي وياك فقط العمل قرينك هو العمل إذن ينبغي أن تحسن إلى نفسك باختيار العمل الحسن لأنه هو المرافق الأقدم وهو المرافق الأول وهو التابع الذي لا يتركك ولا يخونك حينما تحتاج إليه أنا قرأت في رواية لعلي ذكرتها في يوم سابق أيضاً أن الوالد يقول لولده في عرصة القيامة أنا الذي كنت سبب وجودك أنا الذي كبرتك استهرت عليك الليالي أطعمتك أسقيتك حتى بلغت ووصلت فهل بحسن واحدة؟ يجيب الإبن يقول والله يا أبتاة إني لأحوج إليها منك اللي في ذك وين؟ اللي في ذك العمل هذه المجالس تشهد لكم إن شاء الله وتشهد عليكم إن شاء الله لأننا في نواميسنا وقواميسنا الإسلامية أن هناك اهتمام إلهي كبير بالقرآن وبأهل القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن يجعل القرآن حجة لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى لا حجة علينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقرأ إنه سميع مجيب الدعاء قراءة الجزء المخصص لهذا اليوم والبداية مع قارئ العتبتين الحاج عاد الكربلاي استقبلوه بذكر الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالحق أنزلتك وبالحق نازال اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري وذهابا لهمي وحزني اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار وحشرني مع النبي محمد وآلق الأخيار الأبرار الجزء السابع نهاية الصفحة 121 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منكم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتقون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله تنالجوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافقوا بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم أعلم منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكينا أو عدل ذلك صياما ليذوق وفال أمره أفالله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا له لا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وبا من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذاهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات ثمكم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يغلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلكم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لهم إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا وارحمنا وقض حوائجنا واغفر لنا بحرمة من أنزلت عليه الفاتحة مع الصلوات